تمكنت قوات الشرطة في الرمادي مدعومة من طيران التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب والقطاعات العسكرية المتواجدة معه من التواغد داخل الأحياء المطلة على شارع عشرين والحي الجمهوري وسط الرمادي واختراقها إضافة إلى نشر الكماء وإلحاق خسائر في صفوف داعش المسيطرة على أغلب تلك المناطق حالياً بمنطقة شارع عشرين حي الجمهوري وبهذا الكمين اللي مقابيلهم وحالياً احنا تقدمنا عليهم تقدم شاسع بفضل القوات الأمنية وفضل الجيش العراق الباسل والتدخل السريع وشرطة مركز الفرسان أيضاً لهم الدور الفعال أكثر لبيوتهم فخخة وأكثر لبيوت اللي ينهزمون منها يحرقوها يعني من يصير عليهم ضغط من عندنا من يتقدم عليهم يحرقوها كإنما موما البشر موما الناس يعني تعبان على هاي البيوت وصدرتنا فتوى بقتال جاعش ورح نظل نقاتلهم حتى نيل الشهادة من أجل كرامتنا ومن أجل الناس اللي تهجرت واللي عافت بيوتها واللي تبهذلت وشافت المر والويلات والله لن نسكت عليهم المشاهد هذه جسدت حجم الدمار الذي ألحق بمئات المنازل التي فخخها مسلح تنظيم الدولة الإسلامية وحرق مئات أخرى بعد انسحابهم إلى أحياء أخرى مجاورة أثناء العمليات العسكرية الدامية هذا المربع البيوت اللي شفتوها كلها كانت بيد داعش وكلها بيوت مفخخة كلها بيوت مفخخة فطلعوا يانا الجهد الهندسي ففككنا هاي البيوت فأخذناها يعني احنا باتجاه التقدم الساعة المقابل ما درستوا العلا هاي البيوت كلها احنا أخذناها كانت بيد داعش وشوف داعش يستوى بيها ان شاء الله ان شاء الله أكو تقدم والوضع نحو الأحسن لأن ما يصح إلا الصحيح فخخوا بيوت العالم وهذه الفقرة يعني أذوها يعني شون ذنب هاي العالم يعني التفخيخ خاصة حاليا الهندسة ويانا جاء نعالج بالهل التفخيخ وان شاء الله مسيطرين عليهم بقوة الله ومتقدمين ان شاء الله بحل الله قوات الأمنية كذت إصرارها على البقاء في خط التماس مع مسلحي داعش ومسكي الكماء مشيرة إلى التعرف على الكثير منهم مستغربة من وجود نساء تم جلبهن وإسكانهن معهم في تلك الأحياء المهجورة وإحنا بناتم شارع واحد وإحنا نستحل حاليا أن نقاتل بيهم والله ما يخوفون والله لو أعلى جثثنا والله ما نطيها ونظل الفرسان روسنا مرفوعة كلها تونسي ومصري ومعرف شنو وحتى هاي النساوين لوياهم يعني شنو هاي شنو ماعد هنا هاي شنو نجابيهن ذني من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة موسيقى موسيقى